تعد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف من الكلية المتخصصة والأولى من نوعيها داخل مصر والشرق الأوسط في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء صرح علمي تفتخر به مصر كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف واحدة من الكليات المتخصصة والأولى من نوعها داخل مصر وشرق الأوسط في مجالات الملاحات الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء هي كليا بينية تجمع ما بين العلوم الهندسية والعلوم الأساسية عشان خاطر نقدر أن نحن نطلع طلاب أو شباب قادرين أن هم يوجهوا العالم الخارجي بكل تكنولوجياته ومعلوماته ليه الفضاء؟ لأن الفضاء دلوقتي ما بأشرفه هي الفضاء الأساسي من لا يملك فضاء بلده لا يملك أرضها الكلية تضم ثلاثة أقسام رئيسية هي قسم الملاحات الفضائية قسم علوم الفضاء قسم اتصالات الفضاء هذا الصرح العملاق يعمل من خلال دائحة متميزة ومبتكرة تهدف إلى مواكبة التطور الذي يشهده العالم في علوم تكنولوجيات الفضاء وتستغرق مدة الدراسة بالكلية خمس سنوات بنظام الساعات المعتمدة وتعد دمجا لدراسة العلوم الأساسية والعلوم الهندسية الخاصة بتكنولوجيا الفضاء والصناعات المرتبطة بها ليحصل الخريج بعد إتمام دراسته على درجة البكالوريوس في علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء توجه الدولة في الفترة دية يمكن الدولة كلها والشعب كله بقى شايف أن المستقبل للتكنولوجيا الحديثة قد سنوية عام 2020 وكان مجموعة جايب معظم الكلية الهندسية يعتبر بس أنا حبيت أحط الكلية بتاعتي رقبة أولى عشان أنا بحب المجال ده وطبعا معظم الناس قالوا لي بلاش عشان الكلية لسه مستقبلها ما نعرفوش والكلية لسه فتحة جديد بس أول ما دخلت الكلية الدكات الأرونة لو بتحبوا المجال ده هتعرفوا تكمله فيه يمكن لخريج هذه الكلية الالتحاق بعدة وظائف فور الانتهاء من دراستهم أبرزها الهيئة العامة للأرصاد الجوية هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وزارات الاتصالات والكهرباء والطاقة والبحث العلمي الملاحة البحرية والجوية هيئة الطيران المدني الجامعات ومراكز البحث العلمي المطارات قسم علوم الفضاء برنامج الفضاء المصري مصانع الانتاج الحربي وغيرها من المصانع المدنية مثل مصانع الإلكترونيات المحطات الأرضية للأقمار الصناعية وجميع شركات المحمول